السلام عليكم. أتمنى أنكم سيكون باخر والاخير. الناس لدينا الريجيم او الحيمية او الناس امراض دياللي امراض مساكن بالسكار والله كيتشاهو متان شي حاجة حلوة اه كانت شاهوها كاكي كنشوفوا شي وعد كي وكل كيكة حدانة ولا شي حاجة كانت شاهو. هنا عندي ثمانية ديالة تمرات لحيط المراض ومغسلتهم. عندي هنا شوية ديالة زرارة احدك فقط للتزيين. عندي ديالة ديالة البانكيك ديالة بشعن ديرهم. احتاج خمارة واحدة واحدة ديالة الكاكا. عندي هنا خرب خرب مطحون. شوج بيضات مع القادة الزيت وعندي الطحين ديالة الحمص. صافي هذا هو المكونات وعندي راس مع القادة ديالة القرفة. هنا الحليب انني غليته. كاس صغير ديالة الحليب غليته. وغطيته بخليته شفيه دك التمره يرطط. المهم برتنا في هذا الكاس هذا اللي كانت تحام فيه. كيك الولادي يعني غا نفس الكاس خدمت فيه. كماشتو راكي تخلط مزيان ولا ديرو في الكاس ديالة مونينيكس ديرو قاع المقادر وخلطوهم. ناجوج بيضات مع القادة ديالة الزبدة يعني زبدة حيوانية مشي زبدة نباتية. ولا تقدر تعوضها بمع القادة الزيت نباتية. رشيشة ديالة الملحة. هنا يا عندير شوية ديالة القرفة كيما كان عارفو القرفة. اني كدت وتها مع المدق ديالة التمر. المدق ديالة الخروب. عندي هنا كاكاو المر. اديك شاسي او لا تديرو مع القا. يعني كنتي رقاع المكوينات. ومبعد كان نطربهم عادي. ومبعد كان نزيد الطحين ديال الحمص. وكيس ديالة الخاميرات الحلوية اخر حارة. كان نكون ديرا الفران هنا كيس خان. تقدروا تديرو تطحين ديال الشعير او لطحين ديال اليلان بلاس الطحين ديال الحمص. سوف يخلط مزيان العجينة ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية. سوف يدرتم فاديك البانكيك وزينوهم باي مكسارات عندكم. رضغية كي يطيبون. ما كتفوتش عشرات دقائق كيكونوا طيبين. كي يجيوا رطبين ماداق ديالهم زوين. اتمنى انكم تجربوهم وتردووا لي في التعليق. الماداق ديالهم زوين. والحلاوة ديالهم عقولة. خليتكم الراحة ونتلقوا فيديو يات خرين ان شاء الله. ديال الاكل الصحي. يعني انتشيها وشي حاجة هكا نصيبوها. ناكلو بلا ما نخافو اننا نزيدو في الوزن. خليتكم الراحة ونتلقوا فيديو يات خرين ان شاء الله. نشكر قاعد لي اشترك عندي. مرحبا والف مرحبا.